هل كانت تهامي ميشي كاتب عام ومسؤول على المركز الوطني الإرشاد المحريب مع التكنشف المحريب لا أرأيش إذن هذا اليوم جاء كمناسبة للإحتفال باليوم العالمي المرأة هذا اليوم هذا الذي يعطي العبرة للمرأة ويجعلنا نعرف الأهمية للمرأة داخل المجامعة المؤسسات تستقبل مجموعة المتدربات سواء في فلياغ البحري أو في فلياغ ماشين كجميع المؤسسات تستقبل الأنصر النسوي سواء المؤسسات أو المؤسسات أو المؤسسات يهتم بالمرأة يوجد اهتمام للمرأة في المعادة أولاً تكون أولاً للمتدربات داخل المعادة لكي يأخذوا سواء ميكانيكي أو أوروبان الصيد وكذلك المعادة لديه برنامج السنوي خاصة بتأهيل النساء خاصة النساء العاملات في معامل تحويل أو تصبير المنتوجات البحرية وكذلك النساء ديال البحرية خاصة في لوقات تفرغ الموجه هذا وقرى الصيادين اللي كتواجد على الساحل المغربي خاصة نحن المغرب كيتواجد فيه بما يسمى بمركز الوطني للإرشاد البحرية المركز الوطني للإرشاد البحرية يهتم من جوة الجانب دياله بالنساء مؤخراً نشأنا واحد تعاوني اللي في حقيقة تعاوني بداس كتعطي الصددية لتعاوني نسوية اللي كتكون مربعة عشرين مرة في منطقة بليونش وإحنا بصدد مساعدة النساء داخل تنظيمات مهنية خاصة تعاونيات لمالا لخلق تعاونيات بحرية وبالتالي القيام بمجموعة الأنشطة اللي عندها علاقة بالبحر نعم بالنسبة للتكوين ديال يعني العنصر النسوي ما شو بدأ في داخل المعد؟ داخل المعد منذ أن تحول في المرحلة الأولى كانت المؤسسة المتمركز هي المهنية البحرية ولكن من الارتفع المستوى ديالي لمعهد من ذلك قبل كل سنة كانت بين عشر حتى تلتناش متدربة نعم والإضافة إلى ذلك يعني تأهيل قطاع التجارة ومعهد من المهنيات اللي عملتها جميع جميع فاتح الأبواد جميع التكوين اللي عندها ارتباط بالتكوين البحر سواء فيما يخص التجارة التجارة مؤخرا كان العنصر الرجالي ولكن نحن اللي جاني عنصر نسوي يبغو يدروا التجارة مرحبا بهم ممكن تشي مشكلة يعني التكوين اللي غا يدار الرجال غا يدار حتى النساء نحن نفضله يكون داخلها تنظيمات مهنية كلما كانت الجامعة مون ضم مهنيا كلما كانت النتائج للتكوين أحسن